ومن جانبه أعلن رئيس اتلاف دولة القانون نوري المالك انطلاق الحملة الانتخابية لمرشحي الاتلاف لانتخابات مجالس المحافظات فيما أشار إلى أن الحقائق بانت لمن يريد الإصلاح والبناء وقال المالك في كلمة له خلال انطلاق الحملة الانتخابية لمرشحي الاتلاف إن الحقائق بانت لمن يريد أن يصلح ويبني ولابد أن يكون الاستحقاق الدستوري قائما عبر إجراء الانتخابات وأشار إلى أن قرار إلغاء مجالس المحافظات سابقاً ترك فراغاً في نظام إدارة المحافظات والدولة وخلق مشاكل كثيرة لعدم إدراك خطورة بقائها دون مجالس مضيفاً إن استقرار المحافظات يفضي إلى استقرار الدولة حينما ترتكز على محافظات تنهض بدورها لتوفير الخدمات للمواطنين شكراً للمشاهدة